موسيقى الحدث مع أحمد لغماطي الإخوان المسلمون مع ميليشيات مصراتة عكفوا طيلة سنوات على التطبيع مع التدخلات الخارجية أدخلوا العسكر الإيطالي تحت الستار سرية طبية حتى اكتشفوا أنهم غير قادرين على كبح جماح حدارهم وتصفيتهم من آخر معاقلهم بالعاصمة الليبية انتقل بعدها الإخوان يستجدون الإخوانجي أردوغان باعوا له البلاد فتبدلت الحرب من معركة بين الشعب والجيش يخوضها ضد الميليشيات الإرهابية إلى حربا مباشرة لاحتلال ليبيا تقودها تركيا الآن بدأ العالم يتحرك لتقويض قوات الاحتلال المدججة بالبوارج والطائرات الحربية والألاف من مرتزقة المعارضة السورية فرنسا تقود جهودا دبلوماسية تقف مع مصر والعرب في خطوطهم الحمراء ضد التهديدات العثمانية عملاء أردوغان يتحسرون على تبعث لأوراق مشروعهم ويسيل لعابهم على نفط يشمون رائحته ولا يصلونه تحريصه القوات المسلحة الليبية معادلة جديدة قلبت أحلام الأتراك وعملائهم قائمة على قاعدة جديدة مفادها الجيش يضرب الميليشيات المحلية أما إذا أراد الأتراك التمدد باستخدام إمكانات حلف الأطلسي فإن العرب وحلفائهم الأوروبيين سيتحركون لقص الأجنحة التركية أقولون إن هذا فيه إعطاء قواعد عسكرية لدولة أجنبية أقول هذا لا يؤيرنا في الحق ما ذام لنصرة الحق ونصرة بلادنا هذا أمر مشروع وأمر متعارف عليه دوليا حققت اتفاقات عسكرية وقاعدة عسكرية لتركيا ووقف كل شيء تركيا كما بدلت من نفسها ومن ناسها ومن سلاحها ومن قواتها ومن خبرتها لنصرة الشعب الليبي ما هي الحكاية هذه متحش مين عني يقول لعميل ترخي جمعتني خش في بعضها تي أرفع رصت تقولت والله العظيم أنا لو كان متراك بيعطوني أقسم بالله العظيم نعطيهم حتى شكات مؤجمة لما تكلم رجل طيب أردوغان بهذه القوة ذلك هذا تدخل في الشأن الليبي والله تدخل في الشأن عرفت هذه اللي دولي يعاويوا فيها عليها تعال والله يحسبوني متحشم فيها ولا اخوانا خلوا المعنويات عالية انشطونا في الفيس نعم لتركيا وديرونا العالم التركي وخلي نشجعوا فيه السرات ونسجعوا جمعنا معاه يمشوا يجيبونا لباتش يجيبونا العربات يجيبونا الدخير وحتى كان شلي الأكل حتى كان عندهم كباب معلّب لشبابنا في الجبهة وإن شاء الله كل المدلمية الجفرة إن شاء الله توتا هنا بعد تنهون الجفرة سلت الرجمة الكفرة غاد سبها بين كامل ويرت وفي نفس الوقت واقب هذا الانتصار توجيه ضربة جوية في نفس الوقت في ما بين مزدى والجريات في منطقة مرسيط حيث تم استهداف سيارتين ساحنات عليهم تلجات حافظة غدائية وهذه الدلاجات هي مملوعة في المرتزع ومنطقة من السرداء والجرحة أكبتنا أكبتنا أن ننفقوا من أجل السرعية التي أعطت لنا ومنحنا ومنطقة مستقلة ولها تاريخ وخضارة وموضفة حقية وموضفة حقية وموضفة حقية وموضفة حقية ومنطقة لنها ودخولها يقولوا أما والله البلد يحكمون الرعاء لننفقوا لأطراب لأطراب نبوخ بتقولوا أهما لا عملاء بتقولوا أصنا ترك قولوا أصنا ترك في عناة لأردقان نقولوا بتقولوا عنينا أخوان المتقاتل هارسوا تقولوا أما والله البلد يحكمون الرعاء الحدث لكم مشاهدينا أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية المحللة السياسية لأستاذ أحمد الشاطر أستاذ أحمد أهلا بك منذ مدة لم نلتقي هناك تطورات سعيد بلقاك تكتور أحمد أنا أسعد يا أستاذ أحمد هناك تطورات متسارعة في المشهد الليبي كان أهمها خطاب رئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سيدي براني نعم كيف تنظر إلى هذه الخطوط الحمراء المصرية الجديدة تحية لك دكتور أحمد ولهذا البرنامج المميز تقديما وإعدادا ولإدارة القناة ومن خلالك للشعب الليبي الصامد والبطل والشعب العربي والشعب المصري والشعب السوري وكل الشعب العربي من محيط إلى الخليج الخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أنا أجزم بأن هذا الخطاب لم يحصل منذ خطاب الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله يوم 22 ستة ألف وتسعمائة وسبعين في ليبيا في طرابلس ولم يكن هناك خطاب حاسم وواضح وصريح وعروبي ويجسد اتفاقيات الدفاع المشترك المغيبة والتي تلجت في أدراج جماع الدول العربية ويجسد الأخوة الليبية المصرية التي لها خصوصية عالية جدا جدا التجسيد حقيقي إلا هذا الخطاب وأنا أحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحيي الجيش العربي المصري الباسل وأحيي مصر الكنانة على هذا الموقف وأستهجن كل الذين يعني تطاولوا بشكل أو بآخر سواء في مواقع التواصل أو غيره سواء كانوا من الذين يحسبون أنفسهم نخب أو من صغار الكتبة على مثل هذا الخطاب العربي القومي الحقيقي وهذا الخطاب مش بس حرك المياه الراقدة هذا الخطاب كان مؤثر بالغ الأثر أولا كان في قاعدة سيدي براني والذي لا يعرف التاريخ والجغرافية عليها أن يعرف أن في مصر قرابة 15 مليون مواطن من عصول ليبيا وفي ليبيا قرابة 50 ألف أو 100 ألف مرأة مصرية متزوجة في ليبيا نحن في مصر وليبيا خاصة في الغرب المصري والشرق الليبي هناك تصاهر وهناك قبائل وهناك قتال مشترك الحاجة الأخرى هذا جاء ترسيخا لحركة الجهاد الليبي والمصري لأن الليبيين ما قسروش مع الشقيقة مصر في تاريخنا الحديث ولا في تاريخنا القديم ولا المصريين قسروا وهذه هي العروبة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات العسكرية الضاربة في المنطقة الغربية المصرية في قاعدة سيدي براني وجهت رسائل قوية جدا جدا للداخل والخارج ورسائل وضحت المعالم للتركائيل والجوردوغان مباشرة والمرتزقة ومن معهم وحتى لأوروبا وحتى للإكحاد الأوروبي ووجهت رسائل إلى الداخل حضور القبائل الليبية كان أيضا لافت الرئيس عبد الفتاح السيسي خاطب الشعب الليبي وخاطب الشعب المصري وخاطب العرب وخاطب العالم وخاصة خلينا في طار الليبيين خاطبهم بلغة راقية ولغة فيها احترام وندية ولم يقل ما قالوه هؤلاء الذين لا يفهمون في السياسة شيء وللأسف الشديد اللغة راقية تحدثت بها الرئيس المصري وخاطبت بها بأدب شديد شعب الليبي لجانب خطابه أيضا الموجه للمجتمع الدولي وللشعب المصري لكن دعني أبدأ بخطابه الموجه للشعب الليبي الذي قلت في تقييمه بأنه كان غاية في الأدب والاحترام هل يمكن أن تقارنه على الضفة الأخرى بخطاب الرئيس التركي رجا باردوغان؟ لا يمكن لا يمكن على الإطلاق لا يمكن حتى كلمة مقارنة والله مقاربة ما يجيش الرئيس عبد الفتاح السيسي خاطب إخوته خاطب في الشعب الليبي نخوته وبطولته وجهادة وعروبته وإسلامه وقال أن نحن شعب واحد ومصر أمنها الوطني والقومي هو الأمن الوطني والقومي الليبي والعكس صحيح غير هذا المتطاول المعتوه المجنون الذي مرض بالطاوسية وانتفق حتى انفجر في الهواء وسينفجر في الواقع قريبا وقال عندي مليون تركي أو تركائيلي في ليبيا كذب وزور وبهتان ويريد أن يحول المدن الليبية بل ليبيا برمتها إن استطاع إلى إيالة كما يريد أن يحول دول المغرب العربي ودول المشرق العربي ولا يوفر مصر ولا يوفر الجزائر صحيح يا أستاذ أحمد لكن بلغت به استفاقة اسمح لي أو الوقاحة أن وضع أمامه خارطة ليبيا ويتحدث عن المواقع الغنية بالنفط والغاز في ليبيا هو لا يحاول أن يتحدث بدبلوماسية أو يخفي أطماعه دكتور أحمد هؤلاء القردوغان أنا تحدثت عنه قليل في واحدة من الحلقات الماضية صحيح الرؤساء والقادة والزعماء يخاطبون خطابا كالخطاب الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الليبي والمصري وكالخطب التي ما زالت ستظل خالدة الخلود الله سبحانه وتعالى في أذهان كل الشرفاء اللي كان يلقيها الزعيم جميل عبد الناصر أو الرؤساء العرب والقادة العرب وما أكثرهم لكن هذا الذي جاء من التسول ومن الشوارع ومن التسكع وخدمته الماسيونية والصهيونية وجعلات رئيس في تركيا بالتصوير ولا بأي شيء وعندما يجد عملاء وخونة وجواسيس مثل ما وجد في ليبيا للأسف الشديد يحط عليهم برادع ويقول هذا الكلام يستهزأ بليبيا هو يستهزأ بالوطن العربي كله ثم يا دكتور أحمد لا تنسى أن هذا القردوغان وتركائيل احتلوا قبرص أمام كل هذا العالم وهذه الكبيرة اللي اسمها المجتمع الدولي احتلوا قبرص وقسمها نصين صحيح ودار فيها قبرص التركية التركائيلية وإلى حد الآن ما فيش حد طلعه لا الرمم المتخذة ولا المجتمع الدولي ولا حل في الناتو اللي أصبح عضو فيه طيب تركيا لم تخرج من أي دولة أو منطقة احتلتها في العالم أشرت إلى قبرص منذ عام 1974 وأيضا لوالي اسكندرون قبل ذلك لوالي اسكندرون تم تسليمه من فرنسا إلى تركيا تسليم بيع بين الاستعمار للأسف الشديد مثلما سلموا الدول العربية مثلما سلموا فلسطين البريطانيين إلى الصهاينة أقصد أن الوضع مشابه الآن هذا هو حلم أردوغان جدا مثل ما سلمنا هاللي سموا فيها الدولة العثمانية سلمتنا للطليانة 1911 1912 وقعت اتفاقية لوزان إدلب في سويسرا نزعت منها العملة السورية الرسمية وباتت الآن وكأنها قطعة تركية تستخدم فيها الليرة التركية هذا ما يعده أردوغاني طرابلس برايك احتلال مباشر وكامل الأركان سيستبدل فيها حتى الدينار بعملة بلادها الليرة المتهاوية إذا استطاع هذا كوردوغان أن يفعل أي شيء في ليبيا أو في إدلب أو في أي مكان يحتل لا يفعله ولا يتوانى عن ذلك على الإطلاق بل سيمرغ أنوف العملاء الذين أردوا أن يكونوا برادعة في ليبيا سيمرغ أنوفهم في الوحل وهم أول من سيكتوي بنارة وهذا اللي حصل آمس كان فيه وأول آمس مظاهرات شعبية كبيرة في محافظة الرقة والحسكة ضد هذه العملة التركائلية التأيسة التي هي طائحة في تركيا أنا دكتور أحمد خايف من هالنقلات هذه يضيع منه الهدف الأساسي لأنني حابب صراحة تكلم على خطاب الرئيس السيسي طيب سأعود للخطاب الرئيس السيسي لكن أيضا فيها جزيات مهمة أنت تثيرها نعم تثير فضولي لطرح مزيدا من الأساسي أنا جاهز هلا يخليك بدأت حديثك يا أستاذ أحمد الشاطر بأنك تحدثت عن بعض الذين يحاولون التشبيه بين الدور التركي والدور المصري تحدثت عن النخب نعم في بعض الفصائل التي تدعي أنها نخبوية لا يمكن تفسير اتجاهها بمعنى أنها تدعي أنها محايدة لكنها ابتلعت ألسنتها عندما تقدم الأتراك منذ سبعة أشهر واستخدموا قوتهم المفرطة بوارجهم وطائراتهم وأرسلوا عشرات الألاف من المرتزقة والإرهابيين لم يتحدثوا الآن يتحدثون أن البلاد منقسمة بين احتلالين مصري وتركي هذه النوعية ما الذي تريده من البلاد ورغم أنها تدعي الحياد على فكرة يا أستاذ أحمد دكتور أحمد الآن أنا أتحدث أمام الجميع من خلال قناتكم الموقع وبعيداً على أن أنا ساهمت في تأسيس تقريباً كل التنظيمات السياسية الليبية التي تأسست بعد 2011 في الخارج تمام وأنا عضو هيئاتها العامة يعني لما بنتكلم الآن في هذه النقطة بنتكلمش كمحلل سياسي بس أنا مش بس أستهجل أنا قريت بيانات للأسف الشديد الذي كتب هذه البيانات لا يمكن إلا أن أقول أنه عميل يتعامل مع الأخوانجية ومع القردوغان ومع الفرقاطة ولا يريد لليبيا أبداً أن تنتصر هذا العداء الرهيب العجيب للجيش العربي الليبي ولقيادته العامة ولشخص قيدي العام وهذا العداء الذي خرج أنا كتابت كثيراً في صفحتي وتعبت من الكتابة واقتراحت على سبيل النقطة السياسية أن يا أخي الذين استهجنوا خطاب الرئيس عبد فتح السيسي وهو خطاب جدير بالفخر والاعتزاز وما الأزل إلا بالله هم مقيمين في مصر وما يقوش مكان بعد أن ذاقط عليهم الأرض بما راحبت إلا مصر الكنانة يركبوهم في حافلة وفي بوصات ويجيبوه ومش يعطوهم لمصراته لا قدر الله لا يحطوهم في مساعد وعلى الإخوة اللي في مصر قلت أن يذهبوا للتدريب العسكري الذي اقترحه الرئيس المصري هم وأولادهم بدل من التسكع في السيتستار والكارفور والمقاهي والتجمع الخامس والسابع والسادس وهذه الحمد لله الكورونا تمت وفتحولهم الآن المقاهي بالتعبة يمشوا يتدربوا على السلاح ويتم تسليحهم ويقاتلوا على ليبيا هناك ناس يا دكتور أحمد تصلبطوا على الجبهات والتيارات التي تم تأسيسها وأصبحوا يكتبوا ويصدروا في بيانات غير لائقة ولم تكن في التأسيس وعلى فكرة وحتى يكون كل الليبيين على بين أهم ثلاثة تنظيمات ليبية في الخارج تأسست خلال التسع سنوات الحركة الشعبية الليبية وهذه تؤيد في القوات المساء العربية الليبية وموقفها واضح ويلعنوا فيها ليل ونهار بغض نظر على المشاكل اللي فيها أنا لا أتكلم عن المشاكل الداخلية جبهة النضال الوطني الليبي والحركة الشعبية لتحرير ليبيا كلاهما في المبادئ الأساسية موجود فقرة تقول دعم الجيش العربي الليبي والقوات المسلحة العربية الليبية والشرطة والأجهزة الأمنية يعني أي واحد ينتمي لتنظيم اللي ما ينتميش لتنظيم هذا يكشر في البصل في الفيس هو حر اللي ينتمي لتنظيم ويصدر أي بيان باسم تنظيم أو باسم جهة ويكتب فيه كلام ضد الجيش العربي الليبي وضد هذا الخطاب وهذه الوحدة ولا ويا أنا ما نشعرف ساسايوم الشرط باللي بيقوله تي أنت مهجر أو مهاجر وظروفك صعبة ويعلم بيها لا ربي وهدوا على الفكر رأهم البسطاء والطيبين يا دكتور رحمد لا يتطاولون ملءوا السنابل وتنحني بتواضي أنوا الفارغات ورؤوسه هن شوامخوا المزايدات تحصل من بوتنكين ومن الهاربين ومن المتعين السبايق والاستثمارات والمزايدين واللي عندهم علاقة بالدبيبة وبالصلابي وبالخوان وبالمقاتلة وبالفرقاطة واللي شارعين حوايز وعندهم مزارة في الوسيطة والمنطقة الشرقية وبرقة والغربية وعندهم بزنس وعندهم شركات الذين هربوا عام 2011 الذين تركوا الجيش العربي الليبي والشعب المسلح اللي يكذبوه عليه أبناء الشعب المسلح والجيش العربي الليبي من التيار الجمهير والستمبر يقاتلوا في صفوف القوات المسلحة العربي الليبية في الارهاب ما يزايد عليهم حد القبائل الحقيقية موجودة مش معقول اللون الأخضر ليس من من صلاحية أي مخلوق أنه يأخذ ويجيرا لنفسه بدون حق مثل ما تعمل قناة الخضر على سبيل المثال هذا البيان اللي صادر تأخذ الصقر متاع الليبيين متاع الصقر الجمهوري والجماهيري والصقر اللي موجود الآن شعار القوات المسلحة العربي الليبية وتحط فيه لون أخضر وتكتب لي بيان تحارب فيه الرجمة والقيادة العامة لماذا؟ ليش هذا العداء؟ ما هذا العداء الذي لم إلى حد الآن يعني قصة فخاري كسر بعضها كيف فخاري كسر بعضها؟ من هو الفخار؟ ليبيا بتريح ثم هناك فهم وضيع وسطح يا دكتور أحمد لخطاب الرئيس السيسي للأسف الشديد طيب بالعودة إلى خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سيدي براني أستاذ أحمد نعم الخطوط الحمراء المصرية رسمت عند محورين اثنين غرب سرط وأيضا عند حدود الجفرة لماذا برأيك عندها هذين المحورين تحديدا؟ أنا في الحقيقة لا أفهم الخطاب بهذا الشكل لأن كثير منهم فسرواه بشكل سطح وقالوا الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن سرط خط أحمر والجفرة خط أحمر وخلى ليبيا أول حاجة بارك الله في الرئيس السيسي أن نتحدث حتى على سرط خط أحمر هذه بارك الله فيه لأن المفروض اللي يتحدث عن الخطوط الحمراء والموف والطرطرية الليبيين اللي هربوا وخلوا البلاد مع الاحترام طبعا دائما للشرفاء والمقاتلين والمناظلين والثابتين على مباديهم في كل تيار وفي كل جهة باش ما يقولوش أنا جاي والله والله غير مبدل والله كذا الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم كلام رائع جدا ومفهو قال ليبيا كلها واحدة بالنسبة لنا الشرق والغرب واحد كل ليبيا سهمنا الشعب الليبي شعب شقيق وأحنا أمن وطني واحد وأعربي واحد ولكن الخط الأحمر الذي تحدث عليه هو خط هذه رسالة موجهة للقردوغان للتركائين للذين يريدون احتلال سرط هل إذا ما تكلمش الرئيس المصري اللي هو القائد الأعلى للجيش العربي المصري والقوات المسلحة العربية المصرية الباسلة والضاربة والقوية إذا ما حددش هذا الخط لأن الجيش العربي الليبي في انسحابه ويعاد التمركز التمركز إلى سرط والغرب والجردوغان والميليشيات الإرهابية والإجرامية التي عاثت في ترهونة فسادا وفيما قبل ترهونة إلى ترابلس وتعيث في كل أنحاء ليبيا أينما حصلت فرصة تحت المكان تعد العدة لاحتلال سرط وما لوين بيحطك الرئيس السيسي الخط في رأس الشدير والله في الوطي اللي قصفها الناتو وقصفها كوردوغان والآن بواجهين امتاحنين يبي هو لهذا الكاذب لأن هذه المناطق كانت الهدف التركي القادم بمعنى أشار إليها حتى نعم الرئيس التركي صراحة هو يريد الموانع النفطية وليس فقط سرط ويريد التمدد جنوبا الرئيس السيسي دكتور أحمد الرئيس السيسي قال كلام رائح قال لي مصر ليس لها أطماع في ليبيا لا في البترول ولا في الغاز يا أخواننا راهوا مصر الكنانة مصر العروبة مصر السد العالي مصر الأهرامات مصر التاريخ العريق راهوا مئة مليون كل يوم لو تتخيل بس بالمفهوم البسيط قداش يحتاجوا إلى رغيف خبز وقداش يحتاجوا إلى لتر ماء وقداش ممكن تصاب بإغماع فهذه الدولة المصرية العميقة والعريقة عمرها ما احتلت ليبيا ولا فقرت أنها تحتلها ولا سار أنا وجدت وحدين متأيرينين وعملاء لجهات أخرى إذ طلعوا فيما حصل المناوشات التي حصلت بين ليبيا ومصر عام سبع وسبعين على أساس أنها حرب وطيحنا ليبيا طيحت مش عارف سبعين طيارة ولا خمسين طيارة وأكاذيب هذه حساسيات حصلت وانتهت لكن نرجع لماذا سيرت والجفرة لأن لو لم يقل الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيرت هو الرجل عند حق قال سيرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لنا كمصريين يحكي على المصريين يعني أي واحد يتجاوز هذا الخط من القردوغان أو الميليشيات معناها وصل في الأمن القومي المصري ولكنه في العمق صرح قبل أن يحدد هذا الخط في كلمته الرسمية هو قال الكلمة الرسمية وقال تعقيم آخر ولا الكلمة الرسمية ونكمل لهوه قال أي واحد يوصل فيهنا ويصل في مصر لماذا نحن لماذا هذا التكابش وتشابط وتكشير المصر الفيسبوكي اللي ما عندهش معنى يعني أنتم ساكنين في مصر لم تكن مصر سواء المهجرين فعلا أو المهاجرين وما رديتوش للبلاد وتحررت برقة وتحررت بانغازي أو درنا أو سيرت وبن وليد تقدر تسكن فيها وبراك الشاطي والزنتان وسرمان والأجلات صفراته قبل اللي يأخذوا أو يحتلوا من جديد صبراته سرمان ما رجعتوش وما تبقوش ترجعوا إذن هذه المزايدات وهذا التطاول لنا فقط يا سيد أحمد حتى لا نفهم خطأا أنت الآن تتحدث عن شريحة معينة من الذين يقولون أنهم من أو من بعض الذين يقولون أنهم من أصار نظام السابق لكن شريحة أخرى مواقفها لا يمكن أن نزيد عليها لكن في جزية أثرتها أيضا حتى الذين يغمزون من هذه القناة أو الذين يدعون الحيادة وهم يقفون مع الإخوان المسلمين هم ليسوا شريحة معينة فقط يمكن حصرها بلون معين هناك أطياف عدة تابعة للإخوان المسلمين أو لا تريد أن تعلن صراحة أنها مؤيدة لهم تتحدث وهاجمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرة أخرى نعود إلى الخط الأحمر المصري الجديد وقف إطلاق نار للعودة لمحادثات سياسية وتنفيذ شروط المبادرة أو إعلان القاهرة الذي كان ينصب بداية على حل الميليشيات وخروج المرتزقة ووقف التدخلات الخارجية إلى أي مدى هذا الطرف الطرف الآخر العاميلي تركيا قادر على تنفيذ هذه الشروط يا أستاذ أحمد قبل أن نجيبك دكتور ما فيش حاجة اسمها أن صار النظام السابق بصراحة حتى لا ما يحسب علينا حد شيء هذه تيارات سياسية فيه ناس مقتنعين بالفكر الجماهيري النظام الجماهيري مش النظام النظام جماهيري النظام قد يفهم نظام حكم والله حكم هذول موجودين كثيرين في ليبيا وخارج ليبيا فقراء وأغنياء وفي كل الاتجاهات وأنا كلامي مش موجه ليهم أنا الذين قصدتهم والذين تطاولوا على خطاب الرئيس السيسي وتطاولوا على الموقف المصري هم الهاربين وبوتنكين ومتعين استثمرات ومتعين السبايك يا دكتور أحمد حتى نخرج من هذه النقطة لأنها نقطة مثيرة للأعصاب الذين تم تأسيرهم يوم عشرين عشر في بلاد الشهداء سرت وكتب لهم الله الحياة والنجاة وانسجنوا في مصراتها خمس سنوات موجودين أحياة في مصر وفي غير مصر لا يزايدون ولا يتطاولون ولا يتكلمون وشرفاهم محترمين ولهم التحية واللي يتطاولوا اللي هربوا من أول نفاخة نايل وانفقصت قبل ما يجي على تنيته لليبيا إذن هذه المزايدات من هؤلاء المزايدين والهاربين ينبغي أن تنتهي سواء كانوا يعتبروا في أنفسهم نخب أو غير نخب أو عندهم فلوس التليفونات موجودة والاتصالات الفايبرية والواتصية موجودة وفيه لسب الرجمة في الفيس وزعف على بطنه في الليل باتجاه الرجمة هذا كلام ينبغي أن نخرج منه أحنا اللي واجعنا خواطرنا عليه أن خطاب الرئيس السيسي وهذا الموقف المصري المشرف يقابله الشرفاء بمختلف تكويناتهم يقابله بالترحيب وبالتقدير ومش بالتمجيد زي ما يحكوا هؤلاء المغفلين يا أخي الليبيين قاتلوا في مصر في السبعة والستين وفي السبعين كلامك صحيح كلامك صحيح جدا يا أستاذ أحمد الشاطر لكن مرة أخرى الشعب الليبي القبائل الليبية استقبلت الخطابة المصري مبادرة القاهرة التي تنص على وقف اطلاق النار والعودة لمحادثات سياسية بالكثير من الترحيب لكن الإخوانجية ومن لف لفهم رفضوا بقوة أنت ذكرت نقطة مهمة وقلت شوف الدكتور أحمد في المهاجر والشتات وحتى في الدخل فيه كثير إخوانجية متخفيين وفيه عملاء وجواسيس ما همش راهوا ما عندهمش تنظيمات ولا هم فيه نظام جمهيري ولا فيه من أنصار أي تيار آخر وفيه وحدين عملاء لجيوبهم والفئة الغالبة رأي ما عندهاش لا لون ولا طعم ولا رايحة سياسية لا يعرفون أن نظام جمهيري ولا غير نظام جمهيري لا يا أستاذ أحمد فقط أعتذر منك لكن لا نريد فقط أن نركز بهذه الحلقة على هذه أو على هذا الطرف فقط حتى لا يفهم أننا نصطر لا نركز ناشا نتكلمه بشكل عام صحيح نتحدث بشكل عام لكن الرفض في عمومة أو في أغلبه كان إخوانجيا أو من لف لف هذا التيار الإخوانجية وعملاء الإخوانجية صحيح عملاء الإخوانجية من كل التيارات القبائل صحيح في من يدعي أنه علماني وهو عميل الإخوانجية أو فيه لعميل لجيبة ولمصلحته ولشركته ولستستمارات الطيب القبائل اللיبيا تستعد لعقد مؤتمر في سيدي براني القبائل الليبية من شرق البلاد وغربها وجنوبها هكذا أعلن الشيخ صالح الفاندي نعم كيف تنظر لهذه الخطوة دكتور أحمد أنا أولا أحيي القبائل الليبية والقبائل الليبية العربية الليبية والقبائل الليبية بسورة عامة المدن والقبائل الليبية خاطبها الرئيس السيسي خطاب رائع وخطاب جميل وقال لها أنت التي تصدر الصفوف وأنت التي تشغف على التدريب وأنت التي تسلم الأسلحة يعني الخطاب واضح أنا مع كل جهود هذه القبائل وأتمنى من كل هذه المجالس التي تأسست لأن باش نكونوا صادقين الآن نحن عندنا مجلسين للقبائل في مجلس القبائل والمدن الليبية وفي المجلس الذي تأسس في ترهونة وكلاهما داعما للقوات المسلحة العربية الليبية وكلاهما أصدر بيانات من أرواح ما يكون دعما لخطاب الرئيس السيسي وللموقف البصري ودعما لجيش العربي الليبي وقيادته العامة وحقا لمجلس النواب طيب كويس أنا كشخص ليبي وكسياسي وحتى ابن قبيلة مع كل هذه الجهود الجيدة ولكنني أتمنى حاش أتمنى أن لا تنقل قبائلنا الليبية خلافاتها واختلافاتها السياسية لداخل ليبيا إلى خارج ليبيا لسيد براني أو لمصر الشقيقة وأتمنى أنهم ينتهزوا هذه الفلسة أين هي الخلافات يا أستاذ أحمد أين هي الخلافات بين القبائل الليبية أنا لا تحدث عن تلك الجهات الداعمة للميليشيات تلك المؤيدة للإخوان المسلمين تلك التي ارتضت لنفسها أن تكون عميلة للمشروع الأردوغاني في ليبيا القبائل دافعت دافعت عن الشعب ودافعت عن الجيش ضد الإرهاب أنا في نفس رأيك أنا وياك إحنا غير كل واحد يقول في رأيك بطريقتها صحيح الليبيين متعودين بطيباتهم وبساطتهم أن ينقلوا خلافاتهم الداخلية سواء كان في مجالس القبائل أو المدن أو في المجالس البلدية أو في أي مكان إلى أي مكان ينتقلوا إليه نقلوها حتى لجينيف وحتى لبرلين وحتى للحمامات وحتى للقير وليأي مكان وما زالت قائمة أنا أنصح من حقي أنا أنصح أنا أنصح أن هذه الخلافات التي في برحلة تذوب أمام الحدث الكبير الذي نعيشه تذوب أمام تضحيات الشهداء والناس علينا أن نتركها هنا ونذهب بنياة أن نحن نريد أن نحر بلادنا من الغزو الجردوغاني التركائيلي ومن الميليشيات الإرهابية وأن نطرد المرتزقة وأن نستفيد من هذا الدعم المصري الشقيق العربي والدعم العربي الذي حصل على الدعم المصري وأكيد فيه نقطة حتناولها بعد قليل لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه القوي في سيدي براني تحدث أن أي خطوة مصرية للدفاع عن الأمن القومي الليبي المصري والعربي ستكون بطبيعة الحال بإشارة من الشعب الليبي الشعب الليبي هو الذي سيقاوم ويتحرك معنا هل يمكن أن نقول أو نعتبر هذه الخطوة أيضاً تدى في هذا الاتجاه بمعنى أن القبائل الليبية قررت أن تجتمع في سيدي براني لتؤكد على خطاب الرئيس المصري نوع من التفويض للخطوة المصرية في مواجهة التمدد الأدوغاني الدكتور أحمد هو اجتماعها في سيدي براني سيعتبر تتويج لأنها في الحقيقة من أول يوم سمعت الخطاب أصدرت ثاني يوم البيانات يعني هذه القبائل التي شمعت في ترهونة في مجلس أعيان ومشايخ ليبيا الخمس ألاف شخص الذين شمعوا في ترهونة هذا كلهم قبائل ومجلسهم مجلس قبائل والمجلس الأعلى للقبائل المدن الليبية العالي الله أيضاً قبائل وكلاهما أيد اللي رفضين بعض في الفيس خارج الفيس إلى آخره فاجتماع إذا حصل من هذا الاجتماع الرائع إذا حصل في سيدي براني أو في مرسم الطروح أو في أي مكان من مصر الشقيقة سيكون تتويج يا دكتور في تقديري أما هي الموافقة حصلت ثم كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وضحت المآلم نحن إذا تعرضنا إلى هجوم قردوغاني قد يكون مدعوم من أمريكيا من الناتو من أي جهة أخرى لن أعلمها بالميليشيات آمس جاية طائرات نزلت في مصرحة فيها المرتزقة شين جايبينهم بيأكلوا الطن معناها فيه معركة قادمة وأنا أنا أقول للذين مغيبين للذين يرفعون في شعارات ما صغر منها والله يا دكتور أحمد في تقديري لو لا خطاب الرئيس السيسي وهذا الاستعراض القوي للقوة وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة كما قال السعيم جمال عبد الناصر والله العظيم لا حتوقف الميليشيات ولا حيوقف القردوغان أبداً حتى يحتل قدر الله سنة قلتها في حلقة سابقة ويحتل الحقول النفطية ثم يحكوا يقولوا احنا سنقض في مساعد وبعدين يا أخي ما فيش باسرة ولما يساعدنا شقيق نحن أيادين بيضاء ودماء الليبيين موجودة على الأرض المصرية والجزائرية والسورية والفلسطينية وفي كل مكان والعراقية ما فيش باسرة وما هوش يعني أيب ثم المقارنة حتى لا ننساها مقارنة الغزو القردوغاني التركائيلي بهذه الطريقة البشعة واحتلال العاصمة وترويع أهلها وتدمير يعني بناء الشعب الليبي مش مقارنة يعني يجي واحد يجي اخوانجي يساويه بهذا الدعم اللي يعتبر إحياء الاتفاقيات الاتفاقي العربي المشرك احنا فرحانين جدا ان تنفسنا شوي ان العرب قاموا مع بعضهم وانا بالمناسبة قبل ان انسى احيي عارف فيه نقطة انا احيي بشكل خاص الموقف العربي السوري الشقيق سوريا برحة لولا يا دكتور احمد مئات الصواريخ الصهيونية تتساقط على على محافظة السويداء ومحافظة وريف السويداء وريف ادلب وريف ارياف ديرزور قصف صهيوني بشعة تصدت له المرادات العربية السورية ومعالي وزير خارجية السوري لساذ وليد المعلم يقول حربيا نحن ندعم الجيش العربي الليبي وقال الجيش الليبي الذي يقوده المشهر خليفة حفتر وندعم المؤسسات الموجودة في الشرق الليبي ونحن وهنا التحية تكون مضاعفة للشقيقة سوريا قيادة وجيشا باسلا وشعبا قال نحن مع مصر العروبة في أمنها الوطني والقومي والأمن العربي بمعزل قال حتى يعني تعاملها أو تفاعلها مع قضيانها طيب ونحن مستعدين إذا طلبت مننا مصر لأي دعم نحن جاهزين طيب هذا موقف ما حصلت هذا موقف تشيد به من 73 صحيح العربية الصيونية إلى اليوم ما حصلتش هذا الموقف بالعودة إلى الخطوة المصرية لوقف التمدد الأردوغاني في المنطقة الرئيس المصري تحدث أن هناك مشروعية تتوفر للتدخل الآن عن أي مشروعية إلى جانب المشروعية التي حصل عليها من القبائل وأبناء ليبيا ومن رئيس البرلمان لكن هل يقصد أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعية عربية قد يطمح للحصول عليها عبر الاجتماع الذي حصل للجامعة العربية وأيضا هناك تحفظ من قبل قطر الصومال وتونس كذلك هل أفسدت هذه الدول الثلاثة الإجماع العربي الذي كان يريده الرئيس المصري لا دكتور أحمد حتى نفصل هذا عن ذاك الرئيس السيسي ما طلبش اجتماع من جامعة الدول العربية مصر لم تطلب اجتماع من جامعة الدول العربية فينعقد هذا الاجتماع ثم يأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي ليخطب الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح المعالم جالي سيدي براني استعرض القوات المصرية في المنطقة الغربية ألقى خطابة بعدها بأيام طلبت مصر اجتماع من الجامعة العربية هذا موقف ما يجبش ننسوه أبدا مصر تتكلم عن أمنها الوطني وأمنها القومي وعلاقتها الثنائية بالدرجة الأولى مع الشعب الليبي علاقة الشعب الليبي بالشعب المصري علاقة وطيدة بشكل لا يتخيله أحد وهذه مسألة معروفة عند كل مثلما موجود تصاعر في الغرب الليبي والجنوب التونسي ومع الجزائر أيضا وهكذا لابد أن نصل موقف الدول العربية أو الحكومات العربية في جماعة الدول العربية اليوم ما نشم قايل الاسم انتها قاموسي بنقول جماعة الحكومات العربية بش الناس تفهم شنو نقوله خطاب الرئيس عبدالتح السيسي مفصول تماما يعني واضح واضح أن القرار المصري متخد متخد وأن الشرعية الرئيس واضح قال باتت تدخلنا لدعم أشقائنا الليبيين باتت تتوفرنا المشروعية وأمام العالم كله يعني راجي لينك كوردوغان يأخذ الشرق الليبي ويولي على تخوم الحدود مثلا تراجي مصر يعني هكذا خلاص ما تقومش بأي دور ثم الخلط بين مصر وتونس عام 2011 هي ليست مصر وتونس عام 2020 يا أخي لابد عن نفسه بين هذا وذاك مصر وتونس في 2011 انضربوا بنفس الضرب اللي صار في سوريا وصار في ليبيا وعانوا نفس المشاكل مصر عانت مرتزقة جوها من خارج من حماس وغير حماس وأحزاب أخرى وقربعوا سجونها وداروا فيها اللي دار يعني أنا من أكثر المنتقدين للتدخل في ذلك العام ولكن اليوم مصر وتونس غير 2011 نرجع لهذا هل يؤثر القرار العربي أولا من سخرية القدر أن تعترض على قرارات لصالح ليبيا مع احترامنا للشعب العربي أنا رجل عربي قومي أفتخر بذلك أحترم كل الشعب العربي لكن حقيمة الصومال وحقيمة جيبوتي وجزر القمر واخطيرة نحمية تقطيرة الزريبة امتاة عيديد هذا كويس إن هي تعترض ولا بد أن تعترض لأن هي ذيل وذنب للقردوغان بالنسبة لمحمية قطرائيل وهي لازالت تدمر في ليبيا وتدمر في سوريا وهي تغطي في ممئات الملايين من تكاليف هذه المصائب والكوارث التي تعل في الشعب الليبي محمية قطرائيل أوجدها الصهاينة لتدمير الأمة العربية للمساهمة في تدمير الأمة العربية تعترض علينا تعترض أنا الحاجة الوحيدة اللي زعلتنا كليبيين وكعرب وكمسلمين اعتراض أتحفظ مندوب تونس مندوب الجمهورية التونسية في جماعة العربية يا أخي لأول مرة في تونس الشقيقة بلد الدساترة بلد صالح حشاد بلد الحبيب بورقيبة وزي العابدين بن علي بلد المناظرين اللي يصدحوا من خلال قناتكم الموقرة وفي كل ميدان بلد وفا الشادلي وببروك كرشيد وأنا خايف ننسى الأسماء وهذه النائبة الرائعة اللي هددوا فيها بالقتل عبير موسي عبير موسي وصافي سعيد وكل المناظلين لأول مرة في تاريخ السياسة التونسية وهي عريقة يكون مندوبهم في منظمة إقليمية زي جماعة الدول العربية يقول كلام يتعارض كليا مع الكلام اللي يقولها رئيس الجمهورية التونسية في فرنسا الرئيس قاس سعيد قال كلام مهم جدا في مؤتمر الصحف اللي انعقد مع الرئيس الماكرون رئيس فرنسا وأيضا يصير خلط بين قصة فرنسا في 2011 وفرنسا في 2020 يا أخي فرنسا صاركوز المنطوز وشيكوز ليست هي فرنسا مكرون اليوم السياسة تستدعي مش التنازل على المبادئ السياسة تستدعي أن تذهب إلى حيث تلتقي مصلحتك مع مصلحة الآخر في مواجهة الأعداء ومواجهة الأخطار وتحرير بلادك الرئيس قاس سعيد قال كلام ممتاز والناس كلهم سمعوه وقال حكومة المؤقتة اللي في طرابلس أنتهت شرعيتها ولابد من وجود حكومة أخرى أو شرعية أخرى نابعة من إرادة الشعب الليبي وقال تونس لا يمكن تسمح بأن يتم تقسيم ليبيا لأن تقسيم ليبيا يعني تقسيم الدول دول أخرى في المغرب العربي وهذا صحيح صحيح سمحني لا لا فقط هذه العبارات التي التقطتها من خطاب الرئيس التونسي قاس سعيد أثناء لقائه برئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو عندما تحدث أنه لا يمكن استماح بتقسيم ليبيا وهو أيضا تحدث وقال أن الحكومة حكومة الوفاق في الطرابلس هي حكومة مؤقتة نعم يعني جزئيات برأيك كيف تثير حفيظة وغضب الإخوان المسلمين في ليبيا وفي تونس وحولوا جامع غضبهم على الرجل ما الخلاف في هذتين النقطتين تحديدا هي بالتأكيد حكومة مؤقتة وبالتأكيد الجميع ضد قسام ليبيا لماذا يهاجمون دكتور أحمد حتى أكمل الفكرة وأجيبك في نفس الإكمال لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية التونسية العريقة يخالف مندوب وزارة الخارجية في الجامعة يخالف كلام الرئيس هذه سابقة ما حصلتش في تونس وأنا متأكد أن الرئيس قيس سعيد سيتأخذ إجراء في هذا الموضوع لأن هذا المندوب الذي تحفظه ما تحفظش وهو ينفذ في تعليمات الرئيس رئيس الجمهورية هو تحفظ لأنه تابع ل حركة النهضة نعم حركة اللانهضة هو تابع للخوانجية هو تابع لأذياء القردوغان في تونس ولذلك تحفظ على شو تحفظ؟ تحفظ على عدم نقل المرتزقة يعني مندوب تونس في جامعة الحكومات العربية والدول العربية اللي يتبع وزارة الخارجية التونسية اللي يحكم فيها الغنوشي لا تريد للمرتزقة أنهم يغادروا ليبيا إذا كان الأفريكم الأمريكية أمريكية زعيمة الإرهاب العالمي تقول لابد من تفكيك الميليشيات وتوينجوها وبدأ التفكيك بدأ الصفق فيهم وبدأ زي ما قلنا في الحلقات الماضية دكتور أحمد إجي أنت مندوب في جامعة دول العربية تعترض هذا الذي زعلنا أما الصومال مشرية فيها قاعدة تركائيلية ومشرية من معمية قطرائيل 2011 أسقطوا عضوية ليبيا عضوية الجماعيرية العظمى بالفلوس القطرائيلية أمين عام الجامعة أخذها أربع مرسلسات وخمسين مليون عالنا نقولها وفرق في الجامعة أقاربة اللي قاعدين يرهنوا في الجامعة حتى هم أيضا وحتى هم هم مش ملتزمين بالموقف المصري الحقيقي للأمانة الوعد يقولها لكن هذول ما يؤثروش وعد تحفظ قطرائيل محمية قطرائيل ولكن يا أستاذ أحمد حديثك الآن يكشف أنه فيه بون شاسع هو متسع الآن بين موقف الشعب التونسي ورئيس التونسي قائس السعيد وبين موقف ممثلهم في جامعة العربية الذي أكد أنه ممثل على ما يبدو لحركة النهضة الإخوانجية أنا على يقين من أن الرئاسة التونسية لعراقتها سوف تعاقب هذا المندوب هذا يقيني أجزم بذلك وأن المناظرين في تونس والمناظرات لن يسمحوا له برضو ما ننسوش يا دكتور ما نسلطوش برضو بس على هؤلاء الذين تعفظوا هذا اللي يتعفظ يشروه بالفلوس يتعفظ لأول مرة خلال هذه الطامة الكبرى التي حصلت لليبيا وحصلت لدول عربية أخرى لأول مرة المتتبأ لحال هذه الجامعة يحصل هذا الإجماع العربي راه ووافق على القرار وزراء الخارجية العرب 15 نقطة تقريبا 14 نقطة راه ووافقت عليه راه و خلينا مندوب الوفاق اعترض يعني بالتكيد يبي اعترض راه ووافقت عليه مصر والعراق والأردن وسلطنة عمان والكويت واليمن والجزائر والمغرب وموريتانيا ولبنان وفلسطين وسوريا للأسف مجمدين عضويتها وهذه معانا قلبا وقالبا وكل الدول العربية ما عدا وحتى حتى التونسي كي لا نظلم نظلم أحد حتى حتى المندوب التونسي راه وتحفظ على فقرة والقطرائيلي تحفظ على فقرتين والصومال دب داب بحيث يقاف له بالفلوس اللي تحفظه راه تحفظه على فقرات مش تحفظه على الخمسة نقطة والقطرائيلي هذا متحفظ القطرائيلي لا يريد للمرتزقة أن يخرجوا لكن هذا لا يؤثر على موقف الجامعة العربية لا يؤثر هذا إجماع مع تحفظ قطري معروف الأسباب وأيضا السومالي ذكرته لو معروف الأسباب دكتور أحمد سمحني يعني ممكن استعجلت في الإجابة هم غيروا حتى نظام الأساسي للجامعة الجامعة كانت بالإجماع في وحده تسعين خرقوا هذا الإجماع وليبيا كانت ما يشو موفق على أعضار القوات الأجنبية والأمريكية للمنطقة بعد غزو العراق للكويت للأسف يعني نحن كلنا ضدها وأصبحت بالأغلبية فهذا القرار متحقق للأغلبية يعني الآن إذا كان هذا الغطاء العربي تحتاجها مصر وهي لا تحتاجها في تقديري فقد حصل وهذه التحفظات لا تؤثر في الأمر شيء والفائدة الفائدة الحقيقية هي في الشعب الليبي بالدرجة الأولى وفي الجيش العربي الليبي والقوات المساء العربية الليبي وهذا الدعم المصري العسكري والسياسي ومبادرة القاهرة التي لأنهم في وحدين زعلانين من مبادرة القاهرة ولهذا رضوهم رأوا البيان إذا في بعض الفقرات فيه فيه ترضية للجميع يعني شل معناها لما تقول توافق الجانع على كل المبادرات بما في ذلك المساخرات معناها نولينا لنفس الموال لول امتاع السخرات ما السخرات ما طبقوش به لو يقولوا الجيش الليبي تمرد على هذا الاتفاق بالعاكس الفرقاطة هي التي لم تحل الميليشيات ولم تلتزم بحلهم ولا بإخراجهم من العاصمة ولا بتفكيكهم ولا بتسليم سلحتهم للجيش العربي الليبي وبدأوا يهاجموا في الجيش العربي الليبي في مواقع حتى اضطر إلى أن يهاجمهم في أماكنهم وفي مواقعهم هذه هي الحقيقة بالعودة إلى الخطوط الحمراء المصرية نعم هناك خط الآن هل تعتقد أن أردوغان ولا تراك سيتجاوزون الخطوط الحمراء هذا ويذهبون إلى التصعيد أم سيلتزمون بها أنا عندي رأيين ورجح الأول فيهم الرأي الأول رغمني لا أثق على الإطلاق في أي شيء اسمه المجتمع الدولي على الإطلاق هذه قناعة شخصية لكن نحن الآن نحن نحلل الموقف الفرنسي المتقدم التدخل الأمريكي الذي جاء بلاء على الموقف المصري أمريكا تتفرج علينا بشتبدأ الصورة واضحة الأفريكم لما جدت الآن جدت بعد خطاب الرئيس المصري مش جدت قبلها قبلها تتفرج وماشي بالعكس وأنا عجبني الرئيس قيس سعيد لما قال في فرنسا شيء بالشي يذكر أنه هو يرفض أن تكون في تونس أي قاعدة أجنبية وأن اللفركم ما طلبوش منه هذا كلام رئيس مسؤول ومطمئن الرأي الأول أنا أرى أن هذا قردقان لا يتورع عن فعل أي شيء لأنه هو مش خاصر شيء الذين سيموتون في الجبهات على تخوم سرة الرباط الأمامي وخليج التحدي وبلاط الشهداء سرة اللي من حقها تاريخيا أن يتحدث عليها الرئيس عبدالحسيسي وأن يعتبرها خط أحمر سرة اللي جمعت ثلاثة قمم عربية وقارية وعالمية في عام واحد سرة اللي هجموا عليها في 2011 80 دولة سرة اللي جوها بعد ذلك دمروها أربع مرات سرة اللي اليوم تقف الميليشيات عاجزة عن أن تدخلها هذه مدينة جديرة بأن نحن فعلا انتكلموا عليها بافتخار ونا ما نقدرش نغوص أكتر من هيكي لأني مرات ما نفهمش في بعض كلام الذين يتكلموا باسم سرة للأسف الشديد وهم ما همش فاهمين المواضيع أنا في تقدير القردوغان المعتوي سيدفع بالميليشيات والمرتزق اللي جابهم هو جابهم باش ينتهوا هم أخرجوهم من لعبة كبيرة جدا غير ما عندناش وقت كثير نفصلوا فيها تفصيل ممل هم أخرجوهم من سوريا لأن إذا ما أخرجوهم مش من سوريا سيتمدع سنبل بسطال العسكري نمتع الجيش العربي السوري وإذا خلاهم القردوغان أنت في تركيا سيسببوا مشاكل وستنتقل فيهم الكورونا إذا كانها موجودة وغير الكورونا في المخيمات وقطرائيل ستفلس من الصرف عليهم عندها أيديد وعندها عجات أخرى تصرف عليها وعندهم أكرمك الله الحمير المخضط الوحشين اللي شرفها من برطان اللي جبوا فيها المحميد قطرائيل هذه حتى يبين ملايين الجنيهات السرلينية اللي نقعمزين في العمليات ولا نقعمزين في معيتيقة ولا نقعمزين في القاعدة في مصرتها القردوغان لا يتورع لأن دارها في قبرص ولأن أفكارها مجنونة ولأن سلم معارض مش معارض شين يسموا فيه هذا ناشط ناشط ناشطوت شاب إيراني بسيط سلموه حكموهم إعدام في إيران ثلاث شباب غير لأنهم قال كتبوا في الفيس هذه التركائيل اللي لو اللي توي يقوله مسلم وخليفة المسلمين وكذا لو كان نحقولهم نخجل أن نحكي عن ماذا هو موجود في تركيا حتى يعرفوا أن اللي قد فيهم ماسوني وصهيوني لا علاقة له بالإسلام والخوانجية اللي ما فيش عاجة اسمها حركة الإسلام دين دين شريعة فيه قرآن كريم نازل من الله مش من قردوغان متاء المثليين أخير منكم الله والصحاقيات وكل أنواع الفصخ والفجور نرجعوا للإجابة الموضوع الأول أنه هو ممكن يعمل ويضحي بهؤلاء وأنا أتمنى من الناس بدون منحدد مدينة اللي قاعدين يهطبنوا في الميليشيات ما فيش داعي تقتلوا ما تبقى لكم من شباب على الجبهات سرط مش هيخشوها أنا في تقديري الظروف الدولية والعربية معاش تسمع لو كاننا بروحنا والله والله نقول لكم من كل قلبي أنني أخسى على سرط مثل ما خشيت وعلى ترهونه لأننا نعرف إمكانياتنا ونعرف ظروفنا ونعرف جهودنا وسيستشهد الجيش العربي الليبي وبواصله والقوات المساردة ولكن هذه هي الإمكانيات نحن معاصرين من الجهة من كل جهات الآن كيف تنفسنا الصعداء هذا الرأي الأول يديرها القردوغان ويستخدم فيها الطائرات المسيرة والطائرات اللي مش مسيرة واللي ويقال أن جاء طائرات أخرى وموجود والرأي الثاني ما نبيش نقول الله يهديه لأن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء لا يهدي كيد الظالمين والخائلين والغادرين يمد لهم في تغيانهم يعمهون الرأي الثاني يخاف لأن الحديد لا يفله إلا الحديد الرئيس السيسي لما جاء اجتمع وتكلم والجيش العربي المصري وهو يتحدث على لسان اللواء آمر المنطقة المغربية أحمد شوكت أو شوكت أحمد هذا المناظر المصري هو جاد في كل كلمة يقولها وهذا الموقف كنا منتظرين من سنوات طويلة ومنتظرات العروبة والإسلام ما اعتقدش أن إذا هاجموا سرط القردوغان والميليشيات الأخوة المصريين سيبقوا يتفرجوا حتى لو تخلت علينا روسيا وفرانسا واتحاد الأوروبي وإلى آخره ويبيعونا زي ما نبيعنا في المرة الأولى الأمرين سيكون الفشل فيهم للقردوغان الأمر الأول فقط سيموت فيه الليبيين صحيح ولذلك توجه نصيحتك الأخيرة لشباب تلك المدينة التي لم تذكرها أنا سأذكرها أنت تتحدث بطبيعة عن شباب مدينة مصراتة ستقتلون على أسوال المدينة وغيرها إذا رم بكم أردوغان إلى المحرقة نعم شباب مدينة مصراتة والزاوية ومسلاتة وزليطن وما نبيش نغلط الكلام اليوم وطرابلس وتاجورة واللي يكذبوا عليكم أنتم ليبيين سواء كانت توصوكم من تركيا قبل 700 سنة أو غير لا مش هيبقى في الواد اللي حجروا قالوا لأخوة الشزائريين ديال النيف أنتم ستبقوا في ليبيا هذه العدوات ليست في صالحكم تسع سنوات من الدم والثارات والعدوات لن تنتهي سيكون هناك بسوس جديدة وداعسوا غبرات جديدة في ليبيا لا تسمحوا لما تبقى لكم من شباب وأولاد من هذه المدن ومن هذه اللي يسموا فيها الميليشيات والزاوية وزوارة ومدن الجبل العربي والغربي كل هاللي تابع الفرقاط أنا أنصح أن تمسك أولادكم يا أخي ديروا موقف مرة في حياتكم بعد هالتسع العجاف شد ولدك لأن ولدك سيموت يا قاتل يا مكتون وهو يعني سيقتل على تخوم هذه المدينة الصامدة الآن درنا سار من هذا من هذا التحديد الجغرافي والتاريخي ولكن يا دكتور أحمد ما نعرفش عندك سؤال ولا طيب لنقلة نعم وأنت تتحدث عن الميليشيات بطبيعة الحال سأذهب بك لما يجري في طرابلس لكن قبل ذلك أنت تحدثت عن الموقف الأمريكي لا أريد أن أغوص فيه كثيرا لكن رمزية استدعاء السفير الأمريكي وقائد الأفريكم للسراج وقادة ميليشياته في زوارة رمزية المكان إذا كانت طرابلس محررة على حسب ادعائهم لماذا لم يكن الاجتماع هناك وكيف لسفير أن يستدعي رئيس دولة كما يدعي على الحدود الليبياتي التونسية الأمر الذي حصل في مدينة زوارة فيها أمران الأمر الأول هو أن طرابلس ليست آمنة وهذول الأفريقان مخابراته وأنتم مخابراته كل بعثة الممتعادة تتباح ليست آمنة وفيها ميليشيات ولهذا قالوا تعالى أنت تجي تجي في مرسلس ولا تجي فوق شح شكركم الله ولا تجي على رجليك موضوع يخصك وفي اجتماع زي هذا طلبوا منه يحضر المكلف بوزارة الداخلية وليس المكلف بوزارة الخارجية وحضر مجموعة من الضباط اللي يقول هو في الجيش متاعه الرمزية الأولى أن طرابلس ليست آمنة الرمزية الثانية التي أنا أخشاها لأنني أنا ابن هذا الجبل العربي والغربي وأنا يشهد الله لا أفرق بين الإخوة الجبلية والعرب في هذا الجبل كلها مكونات ليبية وكلنا مسلمين ولكن مدينة زوارة عندها رمزية اللي اجتماع فيها يعني بالنسبة لي أنا من خلال الأفريكم وأمريكا والرمم المتخذة هو دعم الأثنيات اللي سمّوا فيها هم الرمم المتخذة الأقليات وأعطاها شيء تشجيعي لكونها خاضت سمحني خاضت يعني بذل الجهود في إسقاط قاعدة الوطية وننتمنى انتمنى أن كل أهلنا الأمازيغ والعرب هم يحبوا كلمة الأمازيغ رغم منها تسمية جديدة وسياسية لكن معلش انتمنى أنهم ما يبتلعوش الطعم هذه المرة طيب والسراج ظهر ظهر صغيرا عنيلا أمام الأفريكم هو وهذا تعد داخلية والضباط اللي حاضرين واللي دير كمامة واللي موجد دير كمامة أنتم مكورنين ليبيا تسع سنوات قالوا لهم تعالوا زوار رجول زوار قالوا لهم فككوا الميليشيات بدأوا في تفكيق الميليشيات طيب الميليشيات أو المسؤولين عليها يا أستاذ أحمد بناء كما هي الرسالة التي يريد الأمريكيين إبلاغها لقاعدة الميليشيات لماذا الإصرار على حضورهم أيضا لهذا الاجتماع الأمريكيين سياستهم خطيرة وجهنمية رغم أنها موصوفة في العالم بسياسة كوبوي الأرعن راعي البقر اللي يستخدم في المسدسات ويقتل وكذا لكنهم أيضا دهات السفير الأمريكي أجتمع بهذه البيادق ليعطيها التعليمات وهم ينفذوا مباشرة والتعليمات وفق الذي ليس الذي رشح في السر الذي رشح في العالم التعليمات كانت كالآتي تفكيق ثلاث ميليشيات بالدرجة الأولى في طرابلس وهي؟ المواصي وغناوة وباب تجورة تمام وتفكيق ولجم خمسة أو أربعة من أخطر الميليشيويين رؤساء الميليشيات في منطقة الزاوية هذول الأسماء اللي كثيرا ما يستخدموا فيهم أنا كاتبهم غير دائما راني نحاول نبتعد عليهم كانت تبيني نسمي ملك نسمي ملك ولابد من أن يبدأ مقاومة التهريب ومقاومة اللجرة غير الشرعية وبدأوا قبل أربع أيام في حرق الخزانات وهذه المضخات اللي كانوا سارقينها ويصوروا فرحانين وين كنتوا لما الواطن الليبي يشري في لتر في اللتر بخمسين جنيه وباربعين جنيه ويتذوروا كنتوا مسيطرين على المصفا ومسيطرين على البنزينة وتهربوا فيها لكل مكان حرقوا مضخات الوقود ولعوا في الشاحنات المنهوبة من المال العام والخاص ولعوا فيها النار وبدأوا في تفكيك هذه الميليشيات تذكر دكتور أحمد الحلقة الماضية معكم استضافتكم الكريم واللي قبلها قلنا ستبدأ هذه الميليشيات في بعضها وهل ستتوقع الآن أنها بدأت فعلا أو ستبدأ نعم بدأت فعلا بضو أخضر أمريكي بضو أخضر بتعليمات أمريكية هناك فرق كبير بين الضو الأخضر وبين الضو الأخضر عطولهم في ترهون خش لكن هذه تعليمات وحتى لا نكون يعني نحسب فرواحنا فهمنا كل شيء أنا لازلت ما اكتملتش حلقة المراد الأمريكي من وراء هذه الطلبات هو لا يفكك في الميليشيات لكي يؤمن الشعب الليبي أو يؤمن أهلنا في العاصمة ولكن هو يريد أن يثبت للروس بكل صراحة نقول هالك وللاتحاد الأوروبي وللنيتو أنه فاعل أيضا على الأرض طيب قد تكون رغبة تركيا عبر عنها الأمريكي لعدم قدرتهم على طرحها بمعنى الآن حل الميليشيات كانت تقاتل أيضا في ذات الصف مع تركيا عندما نتحدث عن النواصي واغنيوة وباب تجورة قد يكون هناك حرج تركي مع هؤلاء فأمريكا هي التي تدخلت ويبدو أن هناك تنصيق أيضا بين البلدين فيما يتعلق بإطلاق يد تركيا من باب التحليل دكتور أحمد كلامك منطقي ومعقول ولكن من باب الواقع تهوى الرياض العاصمة عاصمة المملكة العربية السعودية قلعوا اسم شارع مكتوب عليه سلمان القانوني لغوه سموه اسم عربي ناضوا في باب تجورة سموه شارع سلمان القانوني هذا العملاء والجواسيس والخونة لا يخجلون تركيا ما تخجلش ولكن الأمريكاء لما يجووا ينفذوا مصلعتهم ما يراعوش في تركيا ولا يراعو في القردوغان القردوغان هو عضو صعف النيتو وهو أعطوه النيتو لكن ما أعطوهش في الاتحاد الأوروبي وهناك قواعد كثيرة في تركيا وتركيا مهمة بالنسبة لأمريكيا والقردوغان تحديدا هو مهم لأن رؤساء أتراك آخرين ما تماهوش ما ارتكبوش هذه الجرائم اللي ارتكبوه فيها ولكن في تقديري أمريكيا قالت أنا هنا وللأسف الشديد للأسف الشديد أنا أقولها بمرارة نحن في ليبيا ينظروننا غاز بترول شاطي طويل موارد يعني طبيعية صحراء فصول أربعة ولذلك لابد كل واحد منهم الآن يريد أن يقسمنا ويريد أن يشرذمنا ويريد أن يحصل على غازنا ونفطنا وبترولنا ولا يريد لنا أن نكون أصحاب قرار ومستقلين وأحرار فعلا ورافعين الروسنا زي ما كنا لا يريدون هذا وبالتالي أنا لا أثق في الأمريكان ولكن هذه هي الوقايع الذي جعل علينا الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا يا دكتور الله سبحانه وتعالى جل جلاله قال هل جزاءه الإحسان إلا الإحسان يا خلق ما جي واحد يدير معايا موقف كويس فيه عروبة وفيه شرف نحييه الخطاب متاء الرئيس المصري القوي القوي الله هو الذي حرك كل هذه الأشياء بهذه السرعة وهو الذي غير المعادلة حسب رأيك لأن الحرب اختلفت عنوينها بمعنى في البداية كانت حرب بين الشعب والجيش الليبي ضد ميليشيات إرهابية كان الجيش يبلي بلاء الحسنة لكن الآن مواجهة مع دولة حلف ناتو استخدمت أساطيلها البحرية والجوية ضد جيش محاصر ومفروض عليه حظر تسلح لكن قبل ذلك ونحن نتحدث الآن عن الصراع الذي تتوقعه في طرابلس وتقول أن آثون الصراع قد بدأ فعلا لكن بين من ومن بالدرجة الأولى هناك من يتحدث عن حساسيات كبيرة الآن بين باشاغة وخلفه ميليشيات مصراتة ضد ميليشيات جويلي وحساسيات من نوع آخر بين ميليشيات من جويلي وميليشيات الزاوية أي هذه الصراعات تتوقع انفجارها قبل الأخرى؟ أنا 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 أقول لك حاجة دكتور هما بدأوا بهذه الثلاثة هما بدأوا بهذه الثلاثة ولن يتوقفوا فيها وللعلم بلغوا كثير من الميليشيات التابعة لجبل الغربي أو الجبل العربي اللي تابع لمدن ولا لقرى سواء كانت عربية ولا كانت من اللخ ولا مزيق أخرجوهم من طرابلس حتى تكون في الصورة أخرجوهم من طرابلس قالوا لهم أطلعوا خذوا بتقاطيكم واطلعوا بروا لميكاناتكم لأن المرحلة الجاية سيكون فيها إجراءات أخرى وخرجوا فعلا المرحلة القادمة اللي ما يطلعش فيهم اللي ما يطلعش فيهم بيطلعوه بالقوة ولا يهمهم وتوا نولوا الرد الشريط لكل الحلقات ولكل الكلام اللي حضرتك تقول فيه والضيوف الكرام اللي استضفتهم هذا هو العميل يستخدموه يستخدموه ولما ينتهي لكس باية رمتاع يحبهم والإنجليزي يلوحوه الآن قبل قبل ما ينسحب الجيش العربي الليبي من صلاح الدين ومن انزارة ما كانش هذا امتاع الداخلية ولا الفرقاطة ولا صراج العميل يتنازل على نفر من هذه الميليشيات اللي من زوارة ولا من الزاوية ولا من جبل الغربي ولا العربي ولا النيمي كان الآن التضحية بهم زي شربت المية هذه النهاية على أبناء القبائل العربية والشرفاء في أخوتنا الأمازيغ أن يعتبروا من هذا الذي حصل معه حيفاككوك مكر حيفاككوك وللأسف نقول بعالي السوت إذا ما يسيرش من هذا البرنامج السياسي المطروح ويسير خير في ليبيا الذي سيحكمهم في طرابلس وفي هذه المنطقة إذا لم يتم تحريرها من جديد من الجيش العربي الليبي هي ميلاشيات نصراتي المدعومة من القردقان التركائيلي ويذكروا كلامي هذا جيدا وسيضربون وسيصفعون وأنا متأكد أن حتى اللي بيقاتل فيهم بيموت لأنه ما عندهش القوة العسكرية وقوة التسليحة اللي هي موجودة عندهم الموضوع مش شجاعة الشجاعة نعرفوها وين نحن لكن المسير لما يجيه ما فيه الشجاعة مش شجاعة يقتل في الشجاعة والجبان بصاروخ واحد فلا يتوقعوا أن حيخلوهم كما كانوا في طرابلس على مختلف تسمياتهم لكن دكتور ذكرتني بشيء وأنا خايف ننساه تفضل الله يزيد فضلك مبادرة القاهرة اللي كان حاضر فيها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشيرة كان عرب خليفة بالجسم حفصر القائد الآن من قوات المسال العربي ليبي مزبوط ولا؟ صحيح وبرئاسة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عدفتاح السيسي هذا نسوه أولا ما نبوش نمشي الكلام اللي يقولوا فيه الإخوانجية أنه وين الطرف الآخر موضوع آخر هذا كانت الطرف عميل وجايب قردوغان وجايب عملاء وتكسر في ليبيا ما نبوش أنا شعرت وتابعت ما بعد مبادرة القاهرة وما بعد انسحاب الجيش العربي الليبي من طرابلس ووصوله إلى الهيشة والوشكة وسرد لاحظت أن هناك يا دكتور أحمد وأرجوك ما تقاطعنيش فضل الله يزيد فضلك لاحظت أن هناك شيء من التطاول العجيب على القوات المسلحة العربية الليبية والنسيان بهذه السرعة والتنكر الشديد وبديت تسمع في أقويل وفي مداخلات لليبيين بعضهم أعظام مجلس نواب للأسف الشديد وبعضهم يديروا فرواحهم نقب مع قنوات حتى أجنبية أصبحوا يتنكروا عين عينك للجيش العربي الليبي أنا أقول بالصوت المليان ويشهد الله الذي لا إله إلا هو أني لا أجامل في كلامي هذا أحد ولا أبتغي من وراه جزاء ولا شكورة لو لا بعد رب العالمين يا دكتور أحمد لو لا الجيش العربي الليبي والقوات المسلحة العربية الليبية والشهداء والجرحة والكتائب المساندة ما تحرر الدرنة ولا بنغازي ولا سرد ولا وصل الجيش إلى تقوم طرابلس ولا فيه مجلس زواب ولا فيه حكومة مواقفة الليبية ولا ممكن حتى القناة توجد مفتوحة في مدينة بنغازي العصية وأنا نتكلم أمك ولهذا هذا واحد يقول اللي مش عارف متعين انقسامه وواحدين متعين مش عارف ياشي وواحدين ما نبيش ينفصل وبدوا يتطاولوا وبدوا يتكلموا وبعدين يا دكتور أحمد والله أنا أنصح أنكم اتديروا في القناة دورة تدريبية سياسية لكل هؤلاء مع احترامي للنخبة اللي تتكلم من الناس المتقفين لهؤلاء اللي نفسه يا رجل واحد بكري يتكلم مسؤول يقول السيسي السيسي حاف والسيسي بيحضور في أخامة رئيس مجلس النواب اللي برئيس القايد لا لك ما يجيش فيه أداب في الحوار فيه لغة فيه لغة مشتركة سمعت نايب آخر يقول أنت مننا من أخواننا اللواب اللي موجودين في طراب يعني فيه أشياء تحصل ونسمع فيها لا يمكن أن الإنسان يتغاضى عنها العمود الفقري في ليبيا في وضعنا المتشردم والمتشتت هو القوات المسلحة العربية الليبية وقيادتها العامة وقايدها العام وأركانها رغم كل الهفوات والأخطاء اللي تحصل في كل مكان وهذه مسؤولية القيادة العامة تصلحها وتعاقب الناس وتحبس المخطي وتشجع المصيب لكن أننا نتجاوزوها وننسوها ونفرحوا والله غير بكلمتين ولا بكلام ولا بفكرة هذا كلام صراحة ينبغي أن ينتبه للجميع وأننا معاشي كرروه والنواب أنا أتمنى من هالوطنيين الشوية اللي قاعدنا نشوفوه لمزيلهم مية شوية هم هو السيد هو المستشار عقيلة صالح مقل حتى في الكلام هو اللي يتكلم أغلبهم النواب النواب اللي قاعدوا شوية الوطنيين أرجوهم يعني حتى اللي يتكلم منهم يقول كلام بها يرفع من معنويات الناس أما هذا الكلام اللي هنا وهنا 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 ومعه مختلف القنوات ونبدو غير هكي يشادين ليس ليس في صالحنا ولا ينبي بخير ويبين أن وكأن نحن نسينا كل شيء ما إحنا للجيش العربي اللي تضحيات الناس ولولا جرحم ولولا فيه اللي مختطفين وفيه اللي معتقلين إلى الآن وفيه اللي مفقودين أنت شن نقدر نديره ولولا لهم والله أنا كلامي غلط يا دكتور أحمد نعم أنت حديثك تعبر عنه يا أستاذ أحمد الشاطر بكل حرية بارك الله فيه وديمقراطية أنا أحييكم علي تحت شكرا جزيلا لك لكن فقط أريد أن ننتقل بك الآن مرة أخرى وأن تتحدث عن المبادرة المصرية وهذا التحرك المصري الآن لوضع حدود وخطوط حمراء لتمدد أردوغان ومحاولة إنقاذ الأزمة في البلاد أمنيا معالجتها وأيضا سياسيا يبدو أن هناك تنصيق كبير المستوى مع العرب خلف مصر وأيضا فرنسا حدثني عن هذا الموقف المتميز والمتقدم للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وما هي حدود فرنسا هنا إلى أي حد يمكن أن تتقدم في الموقف المناهض للأطماع التركية مما لا شك فيه ونرأني ما غيرتش راي يعني إحنا راينا في فرنسا في 2011 رايه ثابت ما يتغيرش لكن فرنسا هي متغيرة والدول الأخرى الأوروبية متغيرة وما هيش زي أنظمتنا في الوطن العربي تظل فترات طويلة وإلى آخرية فإحنا الآن نتكلموا على فرنسا اليوم فرنسا ماكرون تمام نعم أنا والله مبتهش بهذا الموقف الفرنسي لا أعول عليه مية في المية ولكني مبتهش به لماذا لأن فرنسا دولة أوروبية ودولة لها حجمها وفي مجلس الأمن وفي الممتحدة عندها كلمتها والآن هي راس الحربة في مواجهة هذا القردوغان التركائيلي سواء في داخل حلف النيتو أو في حوض البحر ربيض المتوسط رأوا الموقف الإيطالي الرعيف إيطاليا محكومة بالغاز إيطاليا وزير خارجية اليوم في طرابلس مع السراج أو آمس وقبلها كان في تركائيل ويهم الغاز والنفط أكثر الموقف الفرنسي موقف متقدم ثم التطاول القردوغان التركائيلي وصل حتى في البوارج الفرنسية التابعة لهلف النيتو وأطلقت واحدة من البوارج شين يسموا فيها هذه الأشعة والله يعني دارت شيء مخالف للقوانين والأعراف امتاع النيتو رغم أنه حلف استعماري ولكن عندها قواعدة وتطاولت على فرنسا فرنسا دولة لن تسمح في تقديري لهذا المعتوه الجردوغاني أن أولا يعيث في ليبيا فسادا وهو اللي يطلع بخط الغاز أو بإنتاج الغاز أو البترول أو 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 إلى خيره ولن تسمح له بأن يهيمن في حوض البحر الأبيض المتوسط ولن تسمح له كدولة أوروبية لها كلمتها بأنه يتطاول عليها هذا التطاول موقف النيتو ضعيف لماذا ضعيف؟ ضعيف لأن أمريكيا ضغطة على حلف النيتو هي الممولة الأكبر الكبير الله في حلف النيتو وبالتالي القرار الفرنسي ما كانش فاعل بدرجة 100% في النيتو دول النيتو تجامل في أمريكا ولا تجامل في الجردوغان هم يستخدموا الجردوغان وأنا أذهب إلى تحليل أعمق من ذلك أن الجردوغان تم طوريته في سوريا والآن تم طوريته في ليبيا ليتم تمريغه هنا وممكن يطلع حتى من الهلف هذا لأنه بمجرد ما ينتهي هو ارتكب من الجرائم والفضايا اليوم يحبس في المحامين في الشوارع ويضرب فيهم ويحكم عليهم بالإعدام وبالسجن الموقف الفرنسي موقف متميز متميز في زمن الخرس والصمت الدولي متميز لأن اللي حصل حصل معنا ونحن في أوج الحاجة لموقف أوروبي يسندنا في حوض البحر المتوسط علينا أن نكون واقعيين أنا لست من الشعاراتيين الذين يرفعون شعارات عاطفية وهم في آخر الدنيا هاربي الراجد بتعت المكيف ويفس في سويت فلسف نحن بحاجة لهذا الموقف ولابد أن نكون أذكياء الليبيين وذكائنا يكمن في وحدتنا وتوحدنا بالقدر الممكن والغير ممكن حتى نستفيد من الموقف الفرنسي والموقف الأوروبي ونستفيد من موقف الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الموقف المصري والموقف السوري وحتى موقف اللي حصل فيه وزراء الخارجية العرب وأن لا نضيع هذه الفرصة حتى نستطيع وما نقعدش نتكلم في خطوط صحيح يا سيد أحمد لكن أريد أن نقتم معك في هذه الجزية الواقع الآن على الأرض اختلف ويبدو أن المعادلة باتت تميل أكثر لصالح الجيش وأيضا سياسيا وتدعو لمزيد من اليقظى والحذر في التعامل مع المتغيرات السياسية الجديدة وضرورة التعامل معها بحرفية ومهنية لكن يبدو أن المعادلة أيضا تتحدث أن أردوغان وميليشياته في وضع حرج دوليا سياسيا وعلى الأرض بعد الخطوط الحمراء أختم معك في هذه الجانب تختم معي هذه النقطة ولا الحلقة الحلقة أيضا نعم لذلك أريد أن نسح لك قصة أن بيبعثوا لي ليبيا مراقبين للخطوط الفاصلة يا دكتور أنا أحذر كل الشعب الليبي وأحذر كل الأطياف السياسية المختلفة ولا المتفق وأامل من القوات المسلحة العربية ليبية وقيادتها العامة وشخص القيد العام وأامل من مجلس النواب الليبي وفي مقدمته المستشار عقيلة صالح ومن بقى معهم الوطنيين ألا يوافقوا على أي شيء اسم المراقبين الدوليين ولا الأمميين ولا حدود الفاصلة الخط هذا اللي يحقوا عليه هذا خط الآن فقط أحدثته الحالة ليبيا بعون الله لن تنفصل ولم تنقسم ولا يوافق ليبي حر على تقسيمها إذا بعثونا أمميين دوليين بيراقبوا الخط ما يراقبوا الخط روسة تراك أمريكان وربا مش وربا راهوا بداية التقسيم أحذر بنفس درجة التحذير من قصة الأقاليم الثلاثة والأقاليم الثلاثة والأقاليم الثلاثة من استحضار بيفن سوفوزا والرشن اسمه وذلك المشروع وسامحني نذكر كل الشباب الليبي الذي لا يعرف التاريخ أن قصة الأقاليم الثلاثة راهي كان يراد بها عام تسعة واربعين أن تحكم إيطاليا طرابلس وأن تحكم بريطانيا بارقة وأن تحكم فرانسا فزان واللي قدم هذا المشروع وزير الخارجية الطلياني ووزير الخارجي البريطاني في ذلك الوقت بيفن سوفوزا هم أسابيم زي العفاريت والذي أسقط هؤلاء وهذا المشروع يقول ليبيا تقعد تحت الوصاية عشر سنوات يعني من تسعة واربعين من واحد وخمسين استقلالي إلى واحد وستين الذي أسقط هذا المشروع هو الوطنية الليبية والدكتور علي نوردين العنيزي إن شاء الله ما نكونش خلط في الاسم الذي سطاع أن يقنع مندوب هايتي في الأموم المتحدة عام في سبعتاش تقريبا مايو 1949 سقط هذا المشروع وأعلن عن استقلال ليبيا ليبيا إذا بتكلم فيها على قليم تكلم فيها على هذا الكلام اللي يحكوا فيه التوزيع العادل للثروة والتوزيع مخاند في العصر الملكي والجمهوري والجماهيري والآن في هذه الواقع يا دكتور والقبائل الكبيرة ستأكل الصغيرة والأشخاص الأغنياء سيزددون غدا والفقراء سيزددون فقرا ليبيا بتقول فيها قليم ثلاثة بتقول فيها عشر قليم لابد أن تبقوا واحدة موحدة وإلا ستلتهمنا التراب سيلتهمونا الأوروبيين لا خوف علينا من الإخوة المصريين ولا من الإخوة الجزائرية اللي ما تكلمناش عليهم نحييهم ونحيي موقفهم في جماعة الدول العربية ونحيي استقبال جزائر لرئيس مجلس النواب أيضا ونحيي لقوا التواسع وحذر من قصة المراقبين الدوليين والأغناء الزايد هذا متاع يبدونك بالفدرالية ويبدونك بالقليم الثلاثة وبعدين تلقى روحك في ورطة ليبيا احكي فيها في الداخل دير فيها حكم محلي ويوزع فيها الثروة زي ما تبقي لكن ابتعد عن هذا عن استحضار الناس تتقدم للأمام وأنتنا جماعة يبقوا يوخروا بنا يا دكتور إلى ما قبل التسعة واربعين أشكرك جزيلا شكرا المحلل السياسي أستاذ أحمد الشرطان سمحونا على رفع الصوت من الهم شكرا لك أشكرك المشاهدين أنتم ميضا في ختاب هذه الحلقة تقابلوا تحيات معيد هذه الحلقة أحمد سالم وتحياتي أحمد لقماضي في أمان الله اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة